السلام لبناء السباح خير عليكم انشاء الله تكونوا كامل بخير وجيت اليوم باش ندير معكم الكروكي لازم الكروكي يحضر في كامل البيوت الجزائرية وهذه المرة احنا يادرناها بالشوكولة فحبيت نديرو معكم ستقوني غير راني ندير فيه على 12 تعليل قلت نشاركو مع لبناء اللي حبوا يدروه سيرتول يقعدوا لدقيق على الأخرى كما انا شوفوا الله يبارك خرج كمية ذاكية وشوفوا راني نصور لكم فيه حتى في الشمبرة تل مراحل حال قلت ما عليش نصورو لهم كاني اللبناء اللي حبوا يديرو يشوفوا يجي قلب وطري وملفوقه يدقر ماش نروحوا للوصايا اللبناء توش عندي عندي ربع بيضات يكونوا بحرارة الغرفة نضربوهم شوية ونديروهم شوية لفاني باش تتنحينا ريحت البيض نهائيا الهنة اللي تحب تخدم بيضة تخدم وشن يتخدم هذو المراحل مليح مليح هون بعدها شوفوا لهنة درتلهم شوية وانو عندي الهنة كاس ثقر اللي تحب تدير كاس غربو ادير انا درت كاس ثقر ما يكونش معمر ونزيدوه تدريجيا ونخلطوه مليح مليح تان يذوبنا هذك السقر ويضعفونا الحجم رايحين نشوفو كيفاش لازم يلبنا الضروري انو السقر تاعكم يذوب مليح مليح اللي انا هتخدم بيدها تخدم الذوب برك هذك السقر بيدها باش اه باش يجيكم الحلوة تاعكم مليحة شوفو كيفاش نضربوه حتى ان يتغير اللون تاعو يولي ابيض ويضعف الحجم تاعو وشوفو كماناكم نشوفو شوفو ربنات كيفاش الضعف الحجم تاعو وولي خاليط ابيض اللي احنا رايح نجيبو كيز زيت ونبدأو نزيدو تدريجيا ونكملو نخلطو اللي اتحب تدير بيدها يالبنات الدير المهم ديرو الزيت تدريجيا نقول لكم كيز زيت تدريجيا ونكملو نخلطو نعود لكم عندي اللي احنا ربع بيضات لا فاني كيز زيت هذا وش نحتاجو شوفو لي تحب تخليه فاني كيما راكم تشوفو ما تديرش المغرفة تاع الكاكاو وولي تحب تديرو شوكولا كيما درتو قانية تدير مغرفة تاع الكاكاو مغرفة كبيرة كاكاو المهم يا لبنات شوفو هذي المرحلة تاع الزيت اخد موها مليح مليح لازم هذك الزيت يجانس لنا مليح مع المكونات ومبعد ذات مغرفة كبيرة كاكاو بني لازم يكون مغربة يا لبنات قلتكم لي تحب تديرو فاني ما تديرش الكاكاو يا لبنات ابرك تديرو لا فاني واذا عندكم مبشور تاع القارس ولا مبشور تاع البرتقال تقدروا ثاني تديرو يمدلها واحدة الذوق يصخف سينو اللي تحب تديرو بش يكولا تدير كيمة درسانية مغرفة كبيرة كاكاو وتكمل تخلط واتضربة مليح مليح حتى ان يجانسون هذك المكونات ضروري انو الكاكاو تاعكم يكون بني ويكون مغربة يا لبنات كيمة راكم تشوفو انكملو نضربو حتى ان يتخلط كامل هذك الكاكاو اللي احنا نحبسه لازم بالباتور يا لبنات ونروح ويدينا لخطر رايحين نزيدو الفارينة بالنسبة للفارينة يا لبنات شوفو الفارينة لازم نزيدو تدريجيا لخطر على بني عجينة الكاكاو تنشف ليهلي فنزيدو الفارينة تدريجيا ولازم تكون مغربة يا لبنات وعندي كيس خاميرة كيميائية يعني كيس خاميرة تعلقاطو يا لبنات نزيدو هالو ونبدأ ننخلطو بشوية هذيك الفارينة ونلمو حتى نتحصلو لازم على عجينة طريه مت يبسو هاش لخاطر عجينة الكاكا وراهي ليهليه تنشف فام متنشفو هاش ومتديرو هاش يبسه بس حما تخليوهاش مطلوقة يا لبنات نتحصلو على عجينة لازم تكون طريه نتحكمو فيها باش يجينا هذك الكروكي تاعنا الطري يسخف يسخف كيما راكم تشوفو نزيدو تدريجيا ونلمو وثانية لبنات ما تعجنوهاش شو اللي راكم تخدموه في الصابلي زيدو بشوية ولمو بهذي الطريقه هاكذا حتان تتلم عدنا عجينة طريه قتلكم ونروحو نخدمو بها ذوكو نعطلكم القوام بتاحها شوفو القوام بتاع العجينة اللي نتحصلو عليها لازم عجينة طريه الهنا شوفو لبنات اللي تحب تدير زوج حرابش وتنحي عليها وتديرها مكبر اللي تحب تدير كيما ندير انا انا نشتي الحبات كي يجيوني صغر تدير اربع حرابش شوفو عينك ميزانك حاولو انكم تديروهم قد بعضاكم ما تديروهمش كبار ما تديروهمش صغر ها شوفو ربع حرابش وشوفو العجينة مهيش مرة يبسة يا البنات لازم يا البنات ما تكونش يبسة باش تعاونكم في الخدمة شوفو كيفاش الطريه تتحكموا فيها بكل سهولة نروحو ذوكو نديرو حرابش شوفو نديرو حرابش هكذا نروحو نجيبو البلاتو تعنا يتفرشو الو بابي كويسان يديرو شوية تاع فارينا داخل هذك البلاتو تعكم وان بعد شوفو الحرابش نحطو في البلاتو هكذا شوفو نعدلو فوق البلاتو تاعنا ونعدلوه شوفو البنات تحبو قتلكم تخليوها خشين ولا تديروها رقيق انا منحبش الكروكيل يجي خشين نحبو يجي خشين لشوي كيما درتو هكذا اللي تحبو يجيها رقيق تديد تحل فيه اكثر من اللي حليت انا سبطوه هكذا بصبعتيكم وعدلو بيدكم بكفو في يديكم هكذا في كل مرة لضو وعدلو لضو وعدلو حتى اني اتعدل معاكم هذك القاطو تاعكم بهذه الطريقة وفي هذه الاثنائية اللي بناتها اني شعلت الفرنة تاعي لدرجة حرارة 160-180 ندخلوه نحطوه بملتحته غير يدي تحميره مليحه ملتحته اللي تحب تشعله ملفوقة اتشعله انا الفورتة عفزتلي عادي طيب لي ملفوق وملتحته حتى اني اخدموه ان شاء الله بعد رمضان فحاولو انكم تحمروه مليح قد ما يكون محمر قد ما يجيكم ابني قد كو متحبوو تشعلوه ملفوق شعلوه يدي حميره خفيفه برق ما شاء ما تخليوه تطول داخل الفرن يعني متشعلوش بزاف من فوقها كما راكم تشوفو من بعدها ادخلوه نحن نحليه بعد ما خلست ندخلوه قد كوميتيب ونخليه يبرد شوية برق ونروحو ذوكه نذوبو الشوكولات لانا في ايناء حطيت شوكولات بالحالي استعملت هذي شوكولات يجب ان تشغلها بالحليب وتكون بنينة استعملوا نوع بنين نحطها داخل حمام مائي الذوب والله داخل ميكرو واند البنات كل ثلاثين ثانية دخلوها وخرجوها وحركوها وعودو اقلبوها حتين الذوب لكم وان بعد شوفو نحوولها سخانة هكذا بهذه الطريقة لازم متكونش بردة متكونش بردة ذيكلي تكسرنا حبة تلقاطو وما تكونش سخونة ليتفزدونا وشوفو الله يبارك القوامتها ومديدو لها ووالو رانا في السخانة باش هكذا تجمدنا ومام متخافوش اللي حبة القاطو وضوكو نقولكم وشوفو قدام عينكم متتكسر لكم ما ويلو ولا هنشوفو القاطو تاعي ولا اعفوان الكروكي تاعي غير بردلي شوي برد روح جبت هذيك الشوكولات تاعي لي كان ثاني شوية بردة وندروه ملفوقة مدروش طبقة خشينا يا ربنات حاولو توزعو هكذا بالمغرفة نشغل طبقة خفيفة برد ملفوقة هكذا هكذا بهذه الطريقة ومبعدها لي تحب تزينو ملفوقة تزينو شوفو اللي بنات تهزوه يتخلوه فوق البوطاجي اذا شفتو البرد والبرود ثم ثم ويجمد ولا ديرو كما درت انا يا دخلتو اللفريجي دارو واحد الخمس دقايق عشر دقايق نشفت لي هذيك الشوكولات نشفت لي تاي ثم ثم تنشف على لبنات خاطر ما تشوفو مدرنش طبقة خشينا ديرو طبقة رقيقة وراهي ما فيهاش الزيت ولا خاطر هو الزيت لي مخليش الشوكولات تنشف كي تود الشيكولة بلا زيت راهي رايحة تنشف عادي لهنا قلت لكم انا درت فيها هذو الشوكولات جاية ملونة هكذا بالذهبي برك درت هكذا شوية ملفوقة ومبعدها لهنا هاني بعد ما اجبتو من الفريجي دار نروح نقطعو شوفو كثم ما تتكسر لي ما يوالو المهم ديرو موس يكون ماضي وشوفو الابنات في كل مرة جوا راحين تقطعو حبة الكروكي تاعكم كيما لاني قطع انا عفوا امسحو الموس في كل مرة امسحو الموس وقطعو بهذه الطريقة حتى نتكملو كامل الحبات وراه زيكي الابنات شوفو خرج لي وقيلة 30 حبة ولا اكثر سرتو اذا درتو الحرابة شو صغار كيما هكذا ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاعي اليوم ان شاء الله تجربوها وما كانش فينا لما تديريش الكروكي قولوا لي انتم كيفاش يديرو كيفاش طريقتكم كيفاش يديرو مع العيد مع اجوائو انا نشتي العيد كنخلي كلش لطقيقان الاخرى ونعود اجبد 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 وانتم ما وين الحكتوا وقولوا لي بالاخير ما بقاني نقولكم غير بقاو على خير صحابيتي صحة عيدكم تعيدوا بالصحة ولهنا ان شاء الله يعقب عليكم بكل فرحة دعواتكم موما بشفا ان شاء الله يا ربي وبقاو على خير